مرحبا أصدقائي أنا جولي من سوريا عايشة بالعراق بمدينة أربيل هاي المدينة أنا كتير بحبها لأنه كتير مميزة بطبيعتها وبالناس المميزين هاد هو برميل من خشب البلوت يلي بنسمع عنه دائما يلي بنعطي في الويسكي واللي هو واحد من أهم شروط إنتاج الويسكي ومثل هاد البرميل بتم تعطي ويسكي بيلارستون في أسكتلندا حصرية ولمدة 3 سنين أهم شروط إنتاج الويسكي هي أول شرط لازم يكون من مولت الشعير أو خليط مولت الشعير مع الحنطة والدرع والشرط الثاني لازم يتعدى ببرميل خشب البلوت اليوم ممكن تختار ويسكي بيلارستون الأصلي لأنه ضمن شروط الويسكي الأصلي عكس موجود ويسكيات بالسوق لأنه أغلبها مشكوك بأمره وقسم منا هو تقليد لشركات عالمية تانية من ناحية شكل الزجاجة والليبل والإسم وقسم منا هي اللي بينتجوها بدول الجوار وهي عبارة عن الكحول زائد اللون وهي ما بتتسمى ويسكي لأنه مو من ضمن شروط الويسكي الأصلي أنا اليوم بالعراق بدعوا كل الشريبة لحتى يجربوا ويسكي بيلارستون الأصلي واللي هو من ضمن شروط ومواصفات الويسكي الأصلي جربوا وما رح تندموا أكيد صحتكم